السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام كانت منهم الله كل شي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط من امام مشروع القدس بزاف ديال الناس كيتمنى ويدخلوا للشقاق ديالهم على الشكل اللي عد نفس الصورة اللي من لكن كان اضروع لمشروع القدس ومشروع الازدهار وباقي المشاريع اللي كانت تعلق بالشركة ديالجية العقارية الشركة اللي جات في واحد الموقع استراتيجي والمشاريع ديالجات في الجانبات ديال الطارق شارع طارق بنوزياد بالقرب من العاصمة الريباط عاصمة الانوار شفنا عملية الهدم اللي شملات مجموعة من الشقاق في الوقت اللي كانوا الزبناء كي طالبوا بتسوية الوضعية عوض عملية الهدم طبقات عملية الهدم طبقات عملية الهدم وكانت خسائر جاسيمة خسائر مادية كبيرة للشركة وكانت صدمات في صفوف زبناء الشركة اللي كانوا يتسنوا في القريب العاجل انهم يتسنوا الشقاق ديالهم داس عملية الهدم الناس بداش كالطالب بتسوية الوضعية وتسريع المساطير والحمد لله شفنا تدخل ديال صاحب الجلالة المالك محمد السادس نصره والله اليوم وبعد مرور الشهور الى ما قلناش فاتت سانة فاليوم الناس باقي كي طالبوا بتسريع الواتيرة وشنو السبب اللي مخلي تأجيل الاشغال شفنا واحد الخرجة ديال الفرح والبسمة والطمئنان في صفوف الزبناء امام الشركة الامر اللي خلا الناس تفرح الناس كستبشرات تخير انه وغتنطلق عملية البناء من جديد والحمد لله كل شي فرح فجأة الناس كيتفاجئوا باللي الامور رجعت النقطة الصيفر كيفاش اشنو واقع علاش الميل في مبلوكي وفين كين البلوكاج الامر اللي خلا الناس ينضموا واقفات احتجاجية مرة اخرى را الناس من اللي كتنضموا واقفة احتجاجية ليس حبا في الوقفة الاحتجاجية الناس كتتألم وكتعاني كين الناس اللي وصلوا في مشاكل عائلية كبيرة كين اللي كنخاطب ولا اللي تزوج وصافي نوام عذيك المره منتم من الشقة وفوحة تاريخ محدد شاءت الاقدار جات عملية الهدم من كين اللي مسكين بقعت مرته عند امه وبه وقعت مشاكل كبيرة اللي يكون في العوان كلي كيتخبط في الكرف مدينة تمارة بالفين وثلاثالف تاريخ عليها في درم هدي بالنسبة لناس اللي كارين اللي شراو اما بالنسبة لناس اللي استافدوا فالشركة تكلفت لهم بواحد المصارف خيالية وحتى هي كانت تخبط في الخسائر المادية خسائر جاسيمة اليوم كان طالب وات الشركة شركة مغربية شركة مواطنة والمواطنين المواطنين المغاربة رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الطالب دي لدناس هادو ماشي شي طالب تعجيزي طالب هو الاجراءات تمشي بطريقة عادية نشوفوا البلوكاج فين كاين نشوفوا الامور الاشكال المرحلة فين وصلت هناك اخبار تاروج او يشاء ان المسألة وصلت للوكالة الحضارية بحكم ان الامور وصلت للوكالة الحضارية فهناك نشوفوا ان المرحلة مرحلة متقدمة هنا عملية الامضاء ان شاء الله تدوزي للوكالة والامور غتكون مزيان اذا ان ده بقى اغلب الزبناء كي اكدوا ان الامور في الوكالة بعد التواصل مع السلطات المحلية شفنا السيد القائد التحق بعين لما كان مني كانوا الناس فالوقفة الاحتجاجية واكد لهم انه غي يشوفوا المشكل فين كاين وفين وقفة الامور على امان انها تستأنف من جديد وشمشي الامور بوحد طريقة عادية جدا نشوفوا الناس الوكالة ديري الخدمة ديالهم نشوفوا الناس الجيئات المتدخلة في الملف ديري خدمتها باش نشوفوا العامل والاشغال ترجع من جديد نشوف واحد البروشيط قريبا اللي واقف هنا انا ادخل المرحلة الفينيسيو اعطيه للناس تسكن الازدهار كذلك ومثال الى كان خالله بعض الامور رغت تسوى الوضعية شفنا العمارات اللي رابونا والله القاسم من القلب ديالنا تزير عليه وخما كان عددنا تحاجة فيها الاخوان ارى الخسارة ما تبغيهش لعدوك عدوك ما تبغيش لي العمارات دياله يهبطوا بها الطريقة هادي الخطأ كيوقع والناس كانت مستعدة تسوى الوضعية القانونية والمالية وتسرع الاجراءات وتزيد الامور القدام اليوم الزبناء ديال الشركة كي طالبوا بترخيص لعملية البناء الى كان الشركة نفعات الوطائق والامور اللي هي والمسنادات اللي خاصة تكون وجميع الامور اللي خاصة تدار فكنضن انا نخصة نشوف انطلاق عملية البناء باش الامور شمشي مزيان ولعلى الاقل بعد يتبدأوا البروجي اللي ديجا جاهزين بعد نسبة كبيرة وما كان ضنش واحد مسكين قادر مازال يزيد يصبر كانت شمنه ام الله يتم ترخيص الجميع البروجي اللي هو كان حاليا والمستجد اللي كان دابا وان الامور واصلة الوكالة الحضارية في انتظار الامضاء والامور دوز مزيان باش نقطعوا المرحلة الجديدة المرحلة والخبر الصار ان شاء الله هو انطلاق عملية البناء نشوفوا الاليات والمعدات ان شاء الله كالدماري من جديد ونشوفوا الامور تصوات الوضعية ديال الناس ديالجية العقارية لان الناس مساكن الزبناء ارى مبقاش قادرين يزيدوا ويتسنوا وكتر الناس تمحنوا الناس يعني الناس تبرزتوا بزاف الله ويكون في العوان الله يكون في العوان ناس مساهلاش مساهلاش والله هي مساهلة بالله فها كانت منهم الله تصوى الوضعية ديال الملفات وتصوى جميع الملفات العالقة بمدينة تمارة لان كاين ملفات اخرى في مدينة تمارة كانت منهم الله تقد احتها ايه اش غادي نقول ليكم الله يدير شي تاوي لدي الخير والله يفر جعل الناس ديال هاد الساكن هذا لان الناس كانوا مساكن مبرمجين مجموعة من الامور خصوصا لأنه لا يبقى ويسكنون مازال هنا لكن لا يوجد أمور بحكم الموقع الاستراتيجي ديالهات الشوقاء قياده اللي جاءوا في الجنبات ديال الشارع طريق بنو الزياد ترونسبور كيدوز من قدامهم قرب للرباط على بعد خمسة دقيق من حياة الرياض يعني كان أمور اللي خلت دخل الناس الشك لكن اليوم كان بغيو نأكده أن السيد الوالي يقوم بواحد مجهودات كبيرة بشهد الميرف ان شاء الله يخرج البر للأمان عما قريب كان بغيو نأكده أنه رسالة ديال الجهات المسؤولة في الوكالة أنهم يسهلوا المساطير كما وصل صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله باش الأمور تمشي مزيان باش الأمور تمشي مزيان تسريع الإزراءات والمسائل باش الأمور تمشي للقدام خصوصا تبارك الله بلادنا غاديف واحد المنحة تصاعدي إيجابي الله مبارك بلادنا غاديف واحد تقدم ما شاء الله فانتمنهم الله على جميع الأصعيدة لا في الإدارة لا في المعاملات البزاف ديال الحويجات فانتمنهم الله الخير والتيسير يا ربي وكان بغيو نقول الناس ديال اللاجية ناس زبناء وشاركة وجميع الناس الفارج قريب إن شاء الله مسألة وقت فقط انتمنهم الله الخير والتيسير الناس مساكن غايزيد ويصبرو واحد الأسبوع تقريبا كيتسنو ذيك البشارة من الوكالة الحضارية باش يشوفوا الأمور شاء الله الخطوة القديمة الله يدر لي فيها الخير شاء الله وليه في رأسكم وكان بغيو نأكد دائما الجيات المسؤولة السلطات المحلية راه تدرويش لمواطن مسكرة كيتخبط في واحد المعاناة اللي هي كبيرة طال الانتدار طال الانتدار فكنت منهم الله يكون الخبر صار في الأيام القليلة القديمة السلام عليكم